أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرت 8000 دون من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أوضحت الجامعة العربية أن قرار الاحتلال الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتونا بلينكين للمنطقة إنما يعكس سعيا إسرائيليا لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين بجعل هذا الحل مستحيلا عبر توسيع المستوطنات